اشتركوا في القناة سنتعلم اليوم ها أبناء الطلاب ماذا تتوقعون من هذا الموضوع ما التسارع وما السرعة سنتعلم اليوم حساب السرعة وأيضا وصف السرعة المتجهة وحساب التسارع لجسم ماء وتوضيح العلاقة بين التسارع وتغير الاتجاه إذن هذا ما سوف نتعلمه بإذن الله نلنطلق مستعينين بالله بداية هذه الصورة على ماذا تحتوي على سباق طيب أبغى أسأل أسئلة أبناء الطلاب وتركزون معايا فيها عندما تريد أن تجري سباق بينك وبين زميل لك فإن هناك ثلاثة أسئلة تدور في ذهنك أولا من أين أبدأ وأين ينتهي ها أبناء الطلاب عندما أقول سنبدأ من هذه النقطة وننتهي عند النقطة الأخرى سنبدأ مثلا من نقطة ألف وسنصل إلى نقطة باء هذا السؤال يدل على ماذا ها أبناء الطلاب يدل على ماذا يدل على المسافة ممتازين يدل على المسافة ما بين نقطة ألف إلى نقطة باء طيب كم أستغرق من الوقت لكي أنهي هذا السباق يدل على ماذا هذا السؤال كم أستغرق من الوقت لكي أنهي هذا السباق كم سنأخذ من نقطة ألف إلى نقطة باء من الوقت يدل على ماذا هذا السؤال ممتازين يدل على الزمن طيب هل هو أسرع مني أو أنا أسرع منه ها على ماذا يدل هذا السؤال عندما تسأل تقول أنا أسرع منك أو أنت أسرع مني على ماذا يدل هذا السؤال كلمة أسرع تدل على ماذا تدل على السرعة ممتازين تدل على السرعة إذن هذه الثلاث نقاط مهمة في الحركة المسافة الزمن والسرعة طيب ما السرعة أبناء الطلاب ما هي السرعة من يقول لي ما هي يعني الوسيلة اللي ممكن الإنسان انتقل بها وركبها وتكون سريعة يعني ما هي أسرع وسيلة نقل ركبناها أبناء الطلاب مثل ماذا اللي في الصورة مثل السيارة أيضا اللي في الجو الطائرة أيضا اللي تمشي على السكة الحديد القطار كل هذه تعتبر وسائل سريعة في نقل الناس طيب ما هي السرعة إذن للسرعة أبناء الطلاب لو أخذنا مثال هذه السيارة كانت هنا هذا الجيب الأسود كان هنا ثم وصل في هذا النقطة ثم وصل هنا وسيصل هناك هذا ما المقصود به ماذا يقصد بهذا مقدار التغير في موقع الجسم كان موقع الجسم هنا ثم أصبح هنا ثم أصبح هنا مقدار التغير في الجسم اللي هو يسمونه المسافة في زمن ما كان هنا ثم أصبح في هذه المنطقة كم الزمن الذي استغرقه حتى وصل إلى هذه النقطة إذن هذه السرعة هي مقدار التغير في موقع الجسم يعني المسافة في زمن ما هذا المقصود بماذا هذا المقصود بالسرعة طيب أبناء الطلاب كيف نحسب السرعة كيف أنا أحسب السرعة أعتمد على ماذا حتى أحسب السرعة ها أبناء الطلاب على ماذا نعتمد على شيئين مهمة ذكرناها إحنا في التهيئة في الأسئلة في البداية على المسافة وعلى الزمن مهم أن نعرف المسافة والزمن حتى نحسب ماذا حتى نحسب السرعة فإذن لو أخذنا مثال كانت عندي مثلا المسافة مثلا مئة متر والزمن عشر ثواني طيب لو كان عندي سيارة مثلا أبغى أحسب سرعتها فمثلا السرعة تساوي كم المسافة هنا في هذه البيانات كم المسافة مئة متر والزمن كم عشر ثواني إذن السرعة تساوي المسافة قسمة الزمن المسافة مئة قسمة عشرة مئة متر قسم عشر ثواني إذن كم السرعة هنا كم السرعة أبنائي الطلاب كم السرعة اقسم مئة على عشرة مئة قسمة عشرة ممتازين تصبح ماذا تصبح عشرة عشرة ماذا متر متر لكل ثانية متر لكل ثانية أبنائي الطلاب هي وحدة قياس السرعة وحدة قياس السرعة اللي هي المسافة اللي هي المتر لكل وحدة زمن يعني المسافة تقاس بالمتر والزمن يقاس بالثانية فتصبح ماذا المسافة ماذا لكل وحدة زمن وقد تكون المسافة بالكيلو متر ويصبح كيلو متر لكل ساعة إذن هذه تسمى وحدة قياس السرعة وحدة قياس ماذا السرعة إذن أبناء الطلاب حتى نحسب أي سرعة جسم أي سرعة جسم حتى تحسب سرعته لابد أن نتعرف على شيئين مهمة ما هما المسافة ممتازين والزمن المسافة والزمن تحسب لي ماذا تحسب لي سرعة الجسم طيب أبناء الطلاب ننتقل الآن إلى السرعة المتجهة ما المقصود بالسرعة المتجهة ها أبناء الطلاب لو أخذنا مثلا هذا اللوح من الخشب ووضعنا كرة في هذه المنطقة سنجد أنها اتجهت حتى تصل إلى هذه النقطة بعد زمن اتجهت إلى هذه النقطة وجينا وقسنا هذه المسافة ما المقصود الآن من السرعة المتجهة السرعة المتجهة أبناء الطلاب هي التي تقيس سرعة ذلك الجسم واتجاهه كيف يعني تقيس سرعة ذلك الجسم واتجاهه لو أعطيتكم مثال لو تخيلنا أنفسنا إننا الآن قائد أو تخيلت نفسك أنك قائد للطائرة إيش المعلومات اللي بتعطيها المسافرين معاك في الطائرة إيش تقول لهم دائما إيش يقولون في الطائرة ما هي المعلومات من المعلومات اللي تذكر دائما سرعة الطائرة كم المسافة الزمن زمن الوصول وصول الرحلة إذن إذا كنا أبناء الطلاب نعرف سرعة الطائرة سرعة الطائرة والمسافة مثلا المسافة من الرياض إلى الدمام هذه المسافة فإذن إذا عرفنا سرعة ذلك الجسم اللي هو الطائرة والمسافة سنعرف ماذا الزمن الذي سوف تستغرقه تلك الرحلة فلذلك السرعة المتجهة أبناء الطلاب تقيي سرعة الجسم مثلا الطائرة واتجاه حركتها واتجاه ماذا واتجاه حركة تلك الطائرة مثلا المتجهة من الرياض إلى الدمام نشاهد كيف المسافة هنا أيضا عندما تكون متجهة من الرياض إلى حال المسافة تختلف إلى المدينة إلى جدة وهكذا حتى نعرف ماذا زمن وصول الرحلة طيب لو انتقلنا الآن في هذا التقويم إذا افترضت أن الزمن الذي تستغرقه الطائرة في رحلتها من الدمام إلى جدة من الدمام إلى جدة طائرة رايحة من جدة من الدمام إلى جدة وأيضا نفس الزمن لو ضربنا مثال نفس الزمن من جدة إلى الدمام هل السرعة المتجهة للطائرة متساوية في الرحلتين ستكون هل السرعة المتجهة من الدمام إلى جدة ومن جدة إلى الدمام هل ستكون متساوية لو فرضنا مثال أن الزمن واحد زمن الرحلة الجواب أبناء الطلاب هل تكون السرعة المتجهة واحدة الجواب لا لماذا بسبب اختلاف الاتجاه بسبب اختلاف الاتجاه من الدمام إلى جدة ومن جدة إلى الدمام فبالتالي حتى نحدد السرعة المتجهة لابد من تحديد الاتجاه للوصول إلى ذلك المكان طيب ننتقل إلى التسارع وما وحدة قياسه ما هو التسارع أبناء الطلاب نسمع كلمة دائما الجسم يتسارع أو تسارع الجسم ما المقصود فيه أبناء الطلاب ما هو التسارع ماذا نقصد بكلمة التسارع هو مرتبط بالسرعة ترى كلمة التسارع مرتبط بالسرعة طيب نشاهد الآن مثلا أبناء الطلاب هذا سباق للسيارات نشاهد كانت الآن هنا السرعة الابتدائية اللي هي السرعة السيارات كانت ماذا صفر في حالة سكون طيب نشوف الآن عندما تنطلق أبناء الطلاب الآن تغيرت نشاهد أيضا فيها لفات فيها لفة تلف مثلا كانت صفر نشاهد كيف تتغير السرعة لاحظوا معي هنا كيف تتغير السرعة الآن السيارة تمشي وتتحرك ونشاهد تغير في السرعة تتغير 265 وصلت 270 نشاهد كيف تتغير هذه السرعة هذا المقصود بكلمة التسارع هو تغير في ماذا ها أبناء الطلاب تغير في ماذا تغير في سرعة الجسم تغير في سرعة الجسم إذن التسارع هو التغير في سرعة الجسم أو اتجاه حركته أو كلاهما في وحدة الزمان تغير في سرعة الجسم من صفر من حالة السكون ثم بعد ذلك أصبحت السرعة 20 ثم 40 ثم 60 ثم 80 ثم 100 وهكذا هذا يسمونه تغير في السرعة واتجاه حركته يمين يسار في وحدة الزمن الزمن كان صفر حالة سكون ثم أصبحت ماذا ثانية ثانيتين ثلاث أربع خمس هذا يسمى ماذا يسمى بالزمان طيب ما هي وحدة قياس التسارع وحدة قياس متر لماذا على ماذا أبناء الطلاب متر لكل ثانية تربيع لكل ثانية تربيع إذن هذه وحدة قياس التسارع طيب ننتقل الآن في حساب التسارع كيف نحسب تسارع جسم عندي جسم يتسارع كيف نحسب أبناء الطلاب عندما تتغير مثلا السيارة وتبدأ سرعتها بالتناقص وبالزيادة التسارع أبناء الطلاب يحتاج أولا أن نعرف التغير في السرعة تغير في السرعة والزمن لو أخذنا مثال التغير في السرعة السرعة هنا كانت ماذا أبناء الطلاب السيارة انطلقت هنا من حالة السكون حتى وصلت إلى مئة متر لكل ثانية هذا تغير في السرعة طبعا مع مرور الزمن ستصل إلى مئة أو مئة متر لكل ثانية إذن كيف نحسب التسارع كيف أحسب التسارع ها أبناء الطلاب أحسب التسارع التسارع يساوي التغير في السرعة على التغير في الزمن التغير في السرعة من صفر من حالة السكون إلى مئة تصبح ماذا التغير في السرعة مئة متر لكل ثانية كم الزمن حتى وصلت إلى مئة خمس ثواني إذن مئة قسمة ماذا قسمة خمسة خمس ثواني تصبح ماذا أبناء الطلاب كم يصبح التسارع إذن كم يصبح التسارع التسارع يصبح ماذا يصبح عشرين متر لكل ثانية تربية إذن هذا بالنسبة لحساب السرعة فبالتالي احتاجت السيارة إلى خمس ثواني حتى تصل إلى مئة متر لكل ثانية ولذلك السيارة تباطعت في الثانية بمعدل الثانية الواحدة بمعدل كم عشرين متر من حالة السكون إلى ثانية عشرين متر عشرين متر عشرين متر لكل ثانية تربية هذا بالنسبة للتسارع ننتقل ننتقل للتقويم اختيار من متعدد أي مما يلي يعتبر وحدة قياس التسارع هل هو المتر لكل ثانية أو متر تربيع لكل ثانية أو متر لكل ثانية تربيع هل هناك تسارع تسارع إذا كانت سرعتها ثابتة يعني هذه السيارة تنطلق بسرعة ثابتة مثلا بسرعة ستين متر لكل ثانية هل هناك تسارع إذا كانت سرعتها من خلال التعرجات سرعتها ثابتة وأبناء الطلاب هناك اعتقاد من بعض الناس أن الجسم يكتسب تسارع فقط إذا كان هناك زيادة أو تناقص في مقدار سرعة الجسم يعني إذا كان سرعة الجسم كانت ستين ثم أصبحت ثمانين ثم رجعت وأصبحت أربعين فقط يكون هناك تسارع إلا إلا أن أبناء الطلاب ربما الجسم يتسارع وهو يتحرك بسرعة ثابتة يتسارع الجسم وهو يتحرك بسرعة ثابتة لو ضربنا مثال هذه السيارة تسير بسرعة ثابتة ثم تغير اتجاه حركتها ثم بعد ذلك هذا الطريق انحنى دون أن تتغير سرعتها ماشي هذا السيارة ستين متر لكل ثانية فإن تغير اتجاه حركة الجسم دون تغير في سرعته يغير من سرعة المتجهة أي يعني ذلك أنه يكسبه تسارع يعني مدام أن الجسم تغير اتجاه حركته بس بشرط أن السرعة ثابتة دليل على أن هذا الجسم اكتسب ماذا اكتسب تسارع فالجواب هل هناك تسارع نعم إذا كان ماذا ها أبناء الطلاب عندما تغيرت السيارة اتجاه حركتها دون تغير في سرعتها سرعتها ستين متر لكل ثانية فإنها تتسارع طيب لماذا لماذا تتسارع مع أنها يعني في طرق منحنية متعرجة الجواب لماذا لأن ها أبناء الطلاب لأنها تغير اتجاه الحركة تغير اتجاه الحركة فبالتالي مدام السرعة ثابتة الجسم هنا ماذا الجسم هنا يتسارع إذن هذا بالنسبة لتغير الاتجاه طيب ننتقل للتقويم اختيار من متعدد أي مما يلي لا يتسارع طائرة تطير بسرعة ثابتة في خط مستقيم دراجة تسير في منحدر سيارة تريد التوقف أي مما يلي لا يتسارع يعني واحد من هؤلاء الأمثلة الجسم عنده ما يتسارع ها ابناء الطلاب هذه الدراجة تسير في منحنى ومنحدر والسيارة تريد أن تتوقف يعني فيها سرعة وفيها تسارع طيب الطائرة تطير بسرعة ثابتة لكنها تكون في خط في خط مستقيم وبالتالي هذا الجسم لا يتسارع هذا الجسم اللي هي الطائرة هنا لا تتسارع بالنسبة للخط عندما تكون في خط مستقيم طيب ننتقل للتقويم ايضا اختبر نفسي استنتج اذا كانت واذا كنت قائد لطائرة فهل يكفي ان اعرف مقدار سرعة الطائرة ها ابناء الطلاب اذا كنت قائد لطائرة هل يكفي اني اعرف مقدار سرعة الطائرة فقط هل يكفي اني اعرف بس مقدار سرعة الطائرة ولا لا بد أن أعرف شيء ثاني مع السرعة أبناء الطلاب ما هو الشيء الثاني لا بد أن أعرف ماذا طبعا هل يكفي لا طيب ماذا أريد أن أعرف غير سرعة الطائرة ممتازين اتجاه اتجاه حركة الطائرة إذن لا بد من تحديد الاتجاه للوصول إلى المكان المناسب طيب ننتقل في التقويم الختامي أقرن المفاهيم بما يناسبها التسارع تغير الاتجاه الاتجاه السرعة والسرعة المتجهة مقدار التغير في موقع الجسم المسافة في زمن ما ماذا نقصد به أبناء الطلاب عندما يتغير موقع الجسم في زمن معين ماذا نقصد بذلك هل هو السرعة أو السرعة المتجهة أو التسارع ممتازين اللي هو ماذا السرعة طيب إلى اليمين إلى اليسار إلى الشمال إلى الغرب يصمونها بماذا ممتازين السرعة المتجهة طيب التغير في سرعة الجسم أو اتجاه حركته أو كلاهما في وحدة الزمن ماذا نقصد بذلك عندما تتغير سرعة الجسم واتجاه حركته ماذا نقصد بذلك تغير في سرعة الجسم ممتازين اللي هو ماذا التسارع طيب يؤدي إلى حدوث تسارع حتى ولو كانت السرعة ثابتة يؤدي إلى حدوث تسارع حتى ولو كانت السرعة ثابتة لا بد من شرط آخر ممتازين اللي هو تغير اتجاه حركة الجسم ننتقل الآن ماذا تعلمنا من خلال درسنا لهذا اليوم تعلمنا من خلال درسنا لهذا اليوم أبناء الطلاب الحركة ما السرعة وما التسارع أخذنا السرعة وقلنا هي عبارة عن مقدار التغير في موقع الجسم المسافة في الزمن وبالتالي إذا كنا نريد أن نحسب السرعة لا بد أن نعرف المسافة وزمن أخذنا السرعة المتجهة وقلنا هي التي تقيس سرعة الجسم واتجاهه ثم انتقلنا إلى التسارع وقلنا أن التسارع هو تغير في سرعة الجسم أو اتجاه حركته في وحدة الزمن هذه بالنسبة لما تعلمنا من خلال درسنا لهذا اليوم نتمنى لكم التوفيق والسداد وإلى أن نلتقيكم بإذن الله في دروس أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر